اهلا اهلا كيفكم يا حلوين كل عام وانتو بالف خير ورمضان كريم مع الجميع هذا الفيديو رح يكون اول فيديو برمضان فرح يكون الفيديو عبارة عن وصفات مال حول ومن الاسبوع الجاي رح نبدأ فعاليات رمضان من وصفات التيك توك وقصص فدائما نخليكم فعلين زر الاشعارات عشان يوصلكم اشعار اول ما ينزل الفيديو وبس حطوا لايك وخلونا نبدأ الوصفة هذي كانت من وصفات المشتركين اللي غريبة شوي وجديدة علي لكنها طلعت مرة لذيذة رح ناخذ بسكوت مالح ورح نسوي اي حشوة دجاج باي طريقة انتو تفضلونها يعني انا سويت حشوة دجاج عادية بصل وطماطم ودجاج وكذا بهارات وكمان رح نحتاج بيض وبقسمات للتغميس فطريقة الوصفة هذي انه رح ناخذ البسكوت المالح رح نحط عليه شريحة جبنة صغيرة زي كذا وبعدين رح نحط عليها ملعقة صغيرة من الدجاج وفوقها قطعة بسكوت ثانية بعدين رح ناخذهم نغمسهم في البيض والبقسمات ونقليهم فكرة البسكوت المالح جديدة لكنها فعلا كانت لذيذة وغريبة فجربوا الوصفة هذي وقلوا لرايكم فيها الوصفة الثانية هي كرات الشيتوس طبعا اكيد في رمضان ما رح نستخدم الشيتوس الحار مرة يعطش فاستخدموا اي تشيبس او حتى لو بقسمات كوري او البقسمات العادي فاول شي لو استخدمتوا تشيبس رح تطحنونه كويس وبعدين رح ناخذ بطاطس نسلقة ونهرسها ونملحها وبعدين رح ناخذ ملعقة من البطاطس نحشيها بقطعة جبنة انا استخدمت جبنة تشدر وممكن تستخدموا جبنة الموزرين لا اعتقد انه عادي بس تشدر اطعم وبعدين رح نشكلها على شكل كورات ونغمسها في البيض وبعدين في البقسمات او الوصفة اللي انتوا استخدمتوا ونقليها وفي الوصفة هذه انا ما قليتها دخلتها على الفرن رشيتها شوية زبدة من فوق ودخلتها على الفرن وكانت مرة لذيذة فزي ما قلتكم ممكن تسوونها بالشيبس او ممكن تسوونها بالبقسمات العادي واستمتعوا فيها الوصفة اللي بعدها هي دجاج صيني بالكاجو طبعا الوصفة هذه اعشقها صراحة خصوصا مع الارز جدا لذيذة فرح ناخد دجاج نقطعه مقعبات بعدين رح نحط عليه ملعقة نشا ونقلب الدجاج بالنشا كويس بعدين رح نجهز الصوس اللي رح تكون عبارة عن ملعقة كاتشوب ونضيف فوقها ملعقة نشا وملعقتين صوس الصوية وبعدين رح اضيف عليهم ملعقة صلصة طماطم نذوبها في ثلاث اربع كوب موية وبعدين نضيف الابهارات اللي رح تكون فلفل اسود وبابريكا ورشة ملح وثوم بودرة واي ابهارات تفضلونها لكن انا احب الابهارات الاساسية هادي نخلطهم كويس بعدين رح نقطع الخضار قطعت جزر وفلفل بارد مكعبات بعدين في المقلاة حطيت زبدة وزيت وحطيت عليهم الدجاج وقلبتها شوي اخدت حميرة بعدين رح اضيف عليه الخضار والبصل ورشيت عليهم شوي تفلفل اسود وثوم بودرة وبعدين نزلت عليهم الكاجو المحمص اخر شي نصب عليهم الصوس اللي سويناها ونتركهم يتسبقون في الصوس وتثقل الصوس شوي وبعدين رح يكون جاهز للتقديم تزينونا باي شكل تفضلونا وتقدمونا مع الرز جدا نذيذ وممكن تسويونا سبايسي بس زي ما قلت لكم في رمضان نحاولوا تبتعدون عن هذا الشي وجربوه وقلو لي رايكم فيه والوصفة اللي بعدها رح تكون عبارة عن تندر الدجاج اللي في كل رمضان لازم اسويها لانها ما تحتاج قليل ومرة لذيذة رح ناخذ صدور دجاج نقطعها على شكل اصابع طولية زي كذا وبعدين ناخذهم ونتبلهم في هذه الصوس اللي رح تكون عبارة عن بيضة ورح نضيف عليها 3-4 كوب لبن وبعدين رح نضيف الابهارات اللي تفضلونها انا اضفت ثوم بودرة وفلفل اسود وبابريكا ورشة ملح وشوي فلفل حار بعدين رح ننقع الدجاج في هذه الصوس تقريبا ساعتين بعدها رح نجهز التغذية وتغذية ممكن تستخدمون بقسمات عادي جاهز او ممكن تستخدمون زي ما انا سويت هنا كورنفليكس مطحون او حتى ممكن تستخدمون البقسمات الكوري رح يطلع مرة لذيذ فيهم كلهم فرح ناخذ الدجاج ورح نغمسه في التغذية على طول بدون اي شي ثاني بعد كذا ممكن تقلون الدجاج او تسوين زي ما انا سويت حطيتها عصينية ورشيتها بالزبدة ودخلتها على الفرن انا بالنسبة لي ادخل على الفرن يطلع مرة يمي وحتى بالقلايا الهوائية جدا نذيذ بس لو حبيت وتقولوا كمان ينفع ويطلع كمان مرة لذيذ فجربوا وقلوا لي رايكم فيه اخر شي رح اشارك معاكم حشوتين للسنبوس مرة لذيذين جربوهم واعتمدوهم رح ناخذ للحشوة الاولى لحم وفروم ورح اضيف عليه جبنة بيضة وبكدونس نخلطهم كلهم مع بعض بعدين رح نحشي فيهم السنبوس طبعا هذه طريقتي في لف السنبوس وانتو يعني حرين في طريقة لف السنبوس وبس بعد كده اقلوها واستمتعوا فيها اما الحشوة الثانية فهي حشوة البيتزا هذه الحشوة كمان مرة لذيذة رح ناخذ فلفل رومي نقطع المربعات صغيرة ورح نضيف عليه زيتون شرايح ورح نضيف عليهم جبنة مودريلا وشدر كده ميكس ونضيف عليهم اعشاب ايطالية واوريغانو اهم شي الاوريغانو كثروا مننا عشان هو اللي رح يعطي طعم البيتزا بعد كده نخلطهم ونحشي فيهم السنبوس تقلونا او تحطونا بالفرن والقلايا الهوائية وعليكم بألف عافية وبس بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو ان شاء الله تكون الوصفات هذه اعجبتكم واستفدتوا منها لا تنسوا لايك ولا تنسوا تكتبوا تعليقات حلوة زيكم ولما اشتركوا في القناة يشتركوا فعل زر الجرس اهم شي تفعلون زر الجرس عشان يوصلكم تنبيه لانه زي ما قلتكم الاسابيع الجاية رح نبدأ فعاليات رمضان فبس رمضان كريم ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة